اشتركوا في القناة إلى الحكم وعودتهم إلى حكم أفغانستان بهذه الطريقة التي تبدو أنها سهلة وسريعة وما فيش حد قادر يوفق صدهم والعالم الغربي في حالة من الصمت بل من الممكن أن نقول أن العالم الغربي في حالة من التأييد لوصول طالبان إلى الحكم وتغير في وجهات النظر بعدما كانت طالبان حركة إرهابية فالآن العالم الغربي وأمريكا كل التصريحات بتنصب أن حركة طالبان معترف بها وأنهم وصلوا الحكم أفغانستان والصفارة الروسية بتتكلم معاهم وفي اعتراف في الإجمال بحركة طالبان بل أن الأخطر من كده وانتبه معايا لأن فعلا فعلا الحلقة دي حلقة هتسمع فيها كلام في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية الأخطر من ذلك أن التوجه العام لأفغانستان أن في تشجيع لحركة طالبان أن هي تتوسع وأن في اتجاه عام عند الغرب وعلى رأسهم روسيا أن حركة طالبان توسع من بقعة ورقعة الحكم بتاعتها بطريقة في منتهى الغرابة بعدما كانت لسه بالأمس القريب حركة إرهابية ومطرودين ومطاردين في الجبال على فجأة حركة طالبان بقى معترف بها بل في تشجيع لها أن هي تخش ولسه شايفين في الساعات القليلة أن هم دخلين برضو على إقليم بشخير وعايزين ويعني مسألة وقت احتلال أو دخول طالبان لإقليم بشخير مسألة مسألة إيه مسألة وقت فما السر في ذلك الفترة القادمة هنلاقي أن حركة طالبان بتبتري تفكر أن هي توسع من بقعة السلطة بتاعتها فهل سيأتي يوم ونلاقي نفسنا بنصحة من النوم نلاقي في خبر بيقول إن طالبان على أبواب مكة وإن طالبان على أبواب المدينة وإن طالبان دخلت وسيطرت على مكة وعلى المدينة هل ممكن ييجي يوم ويحصل هذا الكلام حديث اللي بيتكلم عن الموضوع ده حديث كلنا يعني يعتبر عارفينه حديث دوت بيوصف لينا حاجات بتحصل وبتتحقق في هذه الأيام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان المشهور يقتتل عند كنزكم سلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصل إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا الراوي لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على السلج فإنه خليفة الله المهدي كل ما الأحداث تتجدد ونلاقي حاجة طلعت على سطح الأحداث كأنك بتسمع الحديث لأول مرة والله كأنك بتسمع هذا الحديث لأول مرة يقتتل عند كنزكم هذا سلاسة كلهم ابن خليفة الاقتتال مقدمات رأيناها مقدمات رأيناها واحد وصل إلى الحكم هو اللي بيحكم المملكة السعودية اللي هو ولي العهد أول معمل بدأ يحبس ويعذب أبناء عمه وحالة من عدم الرضا الواضح من أبناء العمومة على تعيينه وتولية ولاية العهد فمقدمات الاقتتال واضحة جدا وينتظروا أو الجميع ينتظر موت الخليفة أو موت الملك عشان يبدأ الاقتتال الحقيقي الاقتتال الحقيقي والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ثم لا يصل إلى واحد منهم يعني الاقتتال هيبقى ما بينهم سجال ده يسيطر شوية وده يسيطر شوية وانا مش عايز يعني أخرج على الموضوع الحلقة بس عايز أرد على الناس اللي هي بتقول طيب وليه لا ما يكونش أبناء الثلاثة دولة مثلا الأمير بتاع قطر والتاني الأمير بتاع الكويت والتالت بتاع السعودية ركز ان الرسول بيقول كلهم ابن خليفة يعني الثلاثة من نسل واحد وده شرط مهم جدا وكلهم ابن خليفة وده غير متحقق في الحقيقة إلا مع أبناء سعود يستمر هذا القتال ويتألم الجميع من هذا القتال لأن ما فيش حد بيسيطر ويعني تستمر بقى واتيرة الحياة فالناس كلها تبقى في حالة من التأذي وفي هذا التوقيت يتشجع إما يلاقوا فيه اقتتال أصحاب الرايات السود اللي جايين من قبل المشرق إما يلاقوا حالة الضعف والوهن التي أصابت أبناء الخليفة الواحد اللي هم بيقتتلوا فيتشجعوا إنه هم يخشوا مكة ويسيطروا عليها وكنت دايما أقرأ الحديث دوت وأقول إن أشخاص وأحداث هذا الحديث موجودين إلا الرايات السود يعني إزايها تطلع الرايات السود من قبل المشرق وعلى فجأة سبحان الله تسيطر حركة طالبان على الحكم ويلوح في الأفق اكتمال أبطال الحديث إنجاز إنجاز التعبير وده ياخدنا لفكرة إن الفترة القادمة هتلاقي حركة طالبان بتتوسع في الحكم وهتلاقي إن حركة طالبان سيطرة كاملة على أفغانستان وخد بقى المفاجأة الأكبر من كده وهتلاقي الناس الدول اللي حوالين أفغانستان هيبتدوا يبايعوا حركة طالبان والولاء كله هيبقى لحركة طالبان يعني ممكن تلاقي دولة كبيرة زي دولة باكستان إن حركة طالبان مسيطرة عليها ولو بطريقة غير مباشرة وممكن يسيطروا عليها سيطرة واضحة ومباشرة ما تعرفش يعني الأحداث هتبقى ماشي في أن اتجاه ولكن الواضح إن حركة طالبان في صعود وبطقوى يوم بعد ايه بعد يوم ده اللي احنا شايفينه والحديث لو تلاحظ بيقول فيقتلونكم فيقتلونكم ما قال شي فيقتلوا التلات التلات اللي كلهم أبناء خليفة ويريحون منهم لا فيقتلونكم يعني مين يعني الناس سكان مكة وسكان المدينة مش عارفين فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم مش عارفين مين هيقتل مين ومش عارفين مين مع مين الحديث مش موضح إن أصلا هذه الرايات السود رايات خير أم رايات شر هذا الحديث لم يوضح للأمانة العلمية إن الرايات السود هتبقى رايات رايات خير أم رايات شر خد بالك برضو عشان فيه ناس مفكر إن الرايات إما إحنا بنقول طالبان ممكن تبقى الرايات السود وتطلع من المشرق وتروح تسيطر على مكة لا إن الرايات السود كده بقت مع المهدي هم أنصار المهدي الكلام ده برضو كلام محتاج مراجعة الحديث مش موضح الرايات السود دولة تهيبوا مع المهدي ولا مش هيبوا مع المهدي بس الواضح من تجميعة الأحاديث إن الرايات السود هيحدث بينهم انقسام وفهيبقى جزء منهم مع المهدي وجزء منهم هيبقى ضد المهدي وده اللي بيفصر لنا أنا بحاول إن أنا فصر الأحداث اللي بتحصل دلوقتي وده اللي بيفصر لنا التقارب الآن ما بين طالبان وما بين إيران الشيعية موضوع برضو ربط برضو مهم جدا في المسألة دي إيران شيعية وحركة طالبان بدأت إنها تتقارب معها إيوعة تتصرع في الحكم وتقول تبقى كده إيران شيعية أتبقى كده أسف تبقى كده طالبان شيعية ومعتنقة للماذهب الشيعي لا الموضوع ده إن دل يدل على إن هم فيما بينهم فيما بينهم انقسام فكري الآن حركة طالبان وده برضو يخلينا نستنتج إن حركة طالبان اللي هي 2000 غير حركة طالبان 2021 بس مش الاختلاف اللي الناس بتصوروا إن دي حركة عميلة وندي لا أنا أتكلم فكريا إن هم مختلفين فكريا أيام حركة طالبان 2000 كان مذهبهم المذهب الحنفي وكان عندهم يعني ضوابط شرعية واضحة أما الآن ومع تغير الأجيال في حركة طالبان فهتلاقي فيه اختلاف هتلاقي فيه جزء ميال للسنة منهم وجزء ميال للشيعة وده اللي الحديث بيفسروا إن الرايات السود مش كلها رايات خير وإن الرايات السود مش كلها رايات شر لكن الواضح من الحديث إن الرايات السود اللي الحديث ده بيذكرها إن هم هيخشوا يعملوا مسبحة في مكة وبعدما يسيطروا على مكة هتبقى مسبحة فقد يكون انقسام وتمايز الرايات السود بعد دخول الرايات السود إلى مكة أهم شيء في الموضوع ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا يعني حتى كمان الشيء اللي الراوي نساه في الموضوع ولم يحفظه ممكن كان يحللنا الألغاز اللي احنا بعدين بنفكر فيه هدية ممكن يكون الشيء اللي هو لا يحفظه الراوي في الحديث انقسام الرايات السود وتمايز الرايات السود مثلا فإذا رأيتموه فبايعوه حبوا على السلج فإذا رأيتموه فبايعوه حبوا على السلج لغاية دلوقتي الرواية دية رواية صحيحة على فكرة وقال الشيخ الباني انها رواية صحيحة باستثناء الزيادة فإنه خليفة الله المهدي حكم على هذه زيادة بالضعف ولكن سياق الحديث الواضح فبايعوه اللي هو المهدي فالحديث بالمعنى بتاعه صحيح والمتن بتاعه صحيح وسنده صحيح وده الرد على الناس اللي عادي بيقولوا حديث ضعيف لا الحديث الشيخ الألباني صححه وحكم فقط على الزيادة الأخيرة انها زيادة ضعيفة اذا الاحداث اللي حصل هذه الفترة بتبين بوضوح جدا جدا ان المهدي قد اقترب ظهوره بشدة وان احنا في ايام الظهور بشدة جدا الموضوع اقترب جدا 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 كل يعني ابطال الاحداث اللي ذكروا في هذا الحديث موجودين وعلى وشك ان يتحقق الامر يعني مسألة دخول الريات السود الى مكة مسألة وقت ليس اكثر يعني مش عايز ان انا اطول عليكم يعني اكتر من كده وقل لنا رأيك في الموضوع لا تنسى تسجيل الاعجاب وابداء رأيك شارك معنا برأيك في هذا الموضوع ويعني ان شاء الله غدا باذن الله هنتكلم في موضوع ايضا يتعلق بايام الظهور وانتظروا باذن الله حلقة ان شاء الله تكون في منتهى الاهمية بارك الله فيكم وجزاكم الله خير